موسيقى كابافن الكلماليك صباحكم مزيان مع حسن نوسفيان نهاركم زين على كابافن ان شاء الله نهاركم اسعد ليام مرحب بكم من جديد في كابوتشينو مكمل معكم حتى حتى هالعشرة امتع اسباح كان موجود في الميكرو نكمل معكم نكمل مع اخبارنا سوفيان اليوم بالامكانية التعاون الثلاثية بين تونس وتزاير وليبيا من اجل القضاء على الارهاب وكيف كيف صد الاهتهديدات الارهابية تونس وتزاير التعاون موجود وخاصة ارجع التعاون بشكل كبير جدا منذ حكومة المهدي جمعة المهدي جمعة انهارت اللي جاء للأوزافير اول حاجة عملها في 24 ساعة الاولى مشال الجزائر وبيت في الجزائر ثم مشال المغرب وهذا في العرف الديبلوباسي مقبول وبل محبذ وعنده شقيقة جزائر مهم جدا وخلينا نقوله بالنسبة الاخوة في الجزائر مستجدات تونس هي مسائل منها الجزائر والعكس بالعكس يعني تونس وقتدي الجزائر الفاسي كما ليبيا تونس قلبها يتمثل لانه هذيك جزء منها وجزء من الكيان التونسي متنجم اشتفهم بدون الجزائر وليبيا مع بعضهم لانه احنا لاسقين جوز بلدان هذم انو سوتيان عبودو بلع معنا كان البحر وطليان مقابلنا والفرنسيس في شمالنا دونك العلاقة مع الجزائر وثم توا امكانية وانه قاعدين يناقشوا في امكانية اتفاقية دفاع مشترك معناها معاهدة بين التونس والجزائر معناها يولي يدخلوا مع بعضهم لحماية حدودهم كل علما وقالوا الجزائر فيها تقريبا زمنين 500000 كم مربع تقريبا من الحدود من المساحة 15 مرة قد تونس خلنا نقول الجزائر من اكبر بلدان افريقية يعني كانت الزائر والسودان وليبيا ولزائر هذو المعروفين الجزائر الثاني يمكن بلد اكبر افريقي ويمكن اليوم هو الاول بحثم ولا تقسم الاخرين تقسم تزير وكذلك الجمهورية كونجور ديمقراطية ولا بقاتل جزائر وليبيا معناها اكبر بلدان الافريقية واحد بعمل خمسة منين كم مربع إذا تعلم اللي انت معناها البحراء بنتوسط فيه جزء منين كم مربع الصحراء الصحراء الكبرى فيها عشر منين تقريب تسعة إلى عشر منين كم مربع مش هعتيك القيمة الجيو سرتيجية متاع بلدان كيمة الجزائر وليبيا وتونس وخليج السلطة الكبرى الليبيا صعب الان صراحة انه ما سمى السلطة اولاً ثانياً سمى صورات عديدة سمى حتى انبيسيفاليزم على التد ولا يتعمل وتعرف كنت تتكسل الرؤوس خاصة في حالة التطبيعة تولي التطبيعة هم عندهم لزنزان كما عندنا احنا لزنزان ينومان بادوتات ثم اشكالية اخرى وانه زاد ما زال الوضع في ليبيا منظنوش وانه ليبيا بارنكود باقات مجيك بش تمشي الامور الماركة في ليبيا بش تكون ماركة مرة صعيبة لانه ثم ياسر اسرحة وثم عديد الميليشيات وثم تدخلات عديدة خارجية وليبيا الان الاسف شديد ولت معناها بكل صراحة ثم تجاذبات دولية كما صارت في لبنان سابقا صارت في ليبيا الان وامل اكيد انه سبع امكانية وانه تونس الجزائر وقوات حفظة اللي انتصلت اللي هي تواجه في الالهابيين يقع تنسيق ذمني تونس الجزائر معناها عضوي وعلني ومكشوف ومحبذ الشعوب تحبوا النخب الطالب به وغيره والجزائر معناها سبع بعض الدول اللي خلت موقف مع حفظة ولو تساعدها بعد تطورات بردة في ليبيا اما رسميا ما ساماش موقف تونس يعني عندها نفس المساحة من كافة فرقة وهنا انا نتسائل هل انو الحكومة بيش تقعد تتساهل مع الالهابيين يدخلوا تونس الهابيين ولموز بتاعهم يدخلوا تونس وكانوا في اقتصرات يحلوهم من البلاد يدخلها لمصر عياه ويجيوا يحبوا ويدويوا كما يحبوا التونسي يترض اليوم بالكلينيك حتى في عاد ماد يجمع طوى عنه عشرات طوى موجودين عشرات من الالهابيين الليبيين في تونس قاعدين يدويوا ويعرفوهم والامن يعرفهم ويتابعوا فيهم ومش قاعدين يشدهم فيهم وحاكمين انت ما تقعش الالهابيين بالمتحين في تونس تحاكم كان الضحايا في تونس لحد الان منظومة القضائية تحاكم الضحايا وليكون الضحية يولي هو المتحين خوصوا خلينا نقولها بكل صراحة الخوف وكذلك عدم الدفاع عن مسح العليا الوطن اليوم انت كان يابع عمومية تسعب الهابيين كانوا يضربوا في المعيتيجة ويقتلوا في التوانسة ويغتصبوا ويعاملوا غيروا وجيل تونس يولي مكرم وبرزز ومعزز شد الخز شد الخز وشتير حكيهم اعمل فيه بطاق تداع ولا ترضو متخليش يدخل تونس اذا كده انت ما عندكش معاها واحد اما هزب حتى تونسة قاعدين احتلوا عليهم وعند اولادة مفتكين يخي طولي يشدين حازين سوفيان الشرابي ماما ارهابيين الكتاري والشرابي والشاب الاخر حارس انت عسفارة ماما ارهابيين يشد وقاوم المشكلة وانه اليوم سمى تنسيق تونسي جزائري التنسيق مع طرف الليبي ونوضع في ليبيا مازال اجلاج الى حد كبير وان شاء الله تتحل وتتوضح القبول وترى العلاقات الجبلوموسية والرسمية بشي نجمو الناس كما بام وهذا اول مهم زيد اليوم سوفيان ما ننسيوش لاكس اللي قلنا حكينا عليه ستة شهور التالي ولا حتى اكثر تذكر اللي هو القاهرة تونس الجزائر على خطر هذية هو لاكس ناكس دفات توا موجود القاهرة تونس الجزائر ناكس دفات يبقى لحد الان الجزائر والقاهرة داخلين اكثر في ليبيا في حين انه تونس اكثر حياة بعد شوي نرجع نكمل احديثنا في هادلاينز صباحكم مزيين مع احسن نصفيين نهاركم زين على كابا فاما شكرا نهاركم مساعد لأيام مرحبا بكم الجديد في كابوتيرو نكمل معكم حتى العشرة بتاع السباح بعد شوية مع ثمانية ودرجين نسمعوكم اتشاتش حكاية مزيينة ياسر توطع شبكم بعد شوية وكيف كيف نقرأوا بعضنا الجرائد مع الثمانية واربع توفيق بن بريك هاو قريب يوصل البحثين بشو كون ذيفنا اليوم في الانتربيو احسننننبق المنصر احسننننبقem أنبقى حدثا منتجي وكان نضف فما في جيران سيبا غير من قبل الزيرية على الحدود انتها. اكيد جدا على حدودهم علي بيزادوا على حدودهم عمالي. الجزائر حبوا يدخلوها في حلوب الرمال وحبوا كذلك الجزائر المستهدفة. ونعفوا ان القطريين يكنوا كذلك الجزائر عداكة بالجدا جيو استراتيجي. الحق الدفينة بيانكيد جدا. الجزائر متنج مكان يأخدوا عليها ذو ممالك الرمال درجة عام 71. واقتل الجزائر قاوم انت استعمار مية وثنين 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 عام. الاستعمار الفرنساوي. ولم يلعب القادر قائد الاول ثورة جزائرية اللي قاوم مدت سبعة ستنين. وبعد يمشي وتنفيها في الشرق وكان في عيش دمشق. يولدي قرية في الجزائر. اي قد خريج بكله. ولم يلعب القادر لعب الدول اهم جدا في العلاقات وفي حماية المسيحيين في الشرق. وكذلك المالونيين ودروز وغيره لعب الدول الكبير جدا. ومشي قابله حتى تونسي اللي هو محمد سلوشي. يبوزي العبدين سلوشي في الرحلة الحجازية يكلم كيفاش قابله وقعد معه وغيره. وكان فيه اتصال كذلك بسلم وحاجم وكبار المسيحين التوانثة من نوع خير الدين وغيره. يعني الجزائر مستهتفى الاعتبارات الجيوستراتيجية. والاعتبارات انطاع التحالف معناها بين بعض القوى الغربية. والخليج يخيشون الخيال التاريخين شو الخليج هو. هو كما اسرائيل في تنكونسير في جسم الأمة العربية الاسلامية. قوات عسكرية جابوا قابل قاعدين على أبار من النفط ولا أبار من الغاز. وعطاهم الدراب وردوهم من الدول. وهما معناها أشبه دول. هما ما زالوا يعني في التطور الطبيعي. نكتعرف بتشوص العشيرة والقبيلة تسمى مراحل قبل. منها ما يسمى الفخذ. ما زالوا في الفخذ هما عايشين غادي. بين الفخذ والقبيلة. غاين الفخذ والقبيلة بلوكين غادي كافين ترانزيشون بلوكي بين الفخذ والقبيلة ما زالوا. حتى القبالية لم تكتمل بعد عندهم. القبالية عند فرشيش. كي تكره فراكسيس. فرشيش. البارح في الليل قاعد نشوف في أنتابلو. عاملينه في زوز الفرنسيس عاما الثمانمائة وثلاثين. في تونس. نشوف القبائل التونسية اللي بوجودة وغيره. وكي ترجع لكتوب التاريخ تلقى معناها تسيط وبلين لانسيا. يقولوا يحكيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هاجي. ولا فلان من كتامة. ولا فلان من اللواتي. هذوما القبائل البربارية القديمة اللي موجودة في تونس. وبالاسباء بتاحها ما زالت موجودة لحد الان. اللواتي مثالي عيشوا في جهة اسفاقس. قبيلة البربارية القديمة ما فهمتني. والبطل والبولنوس هذوما لزوز قبائل الكوميرا وفيها قبائل اخرى. نوك هذوك عملول بقواعد عسكرية ولتع فيها الامريكاني والاسرع ايدي كما حبوا. وبعد وجهوهم يدمروا. فاش دمروا. انتي نشوف للشباب. البارح انا مع الولدي بيرم قاعد انا ومو نحكيو. قل للو شو الدول اللي دمرت. هي الدول الاولى اللي ما كانتش هيها القاعدة. والثان ديان اللي كانت دايما فيها دعوان الوطنيين. العراق. العراقي تمشي في العراق تقنهرش مسارع السعدون. في سنبا متاع وزير اول كان اسمه السعدون. التهموه بالخيانة انتحر. والعراق اللي اعطات عبد الكريم قاسم. والعراق اللي اعطات منها الحزب البعث العربي الاشتراكي اللي قاوم الصفويين وقاوم الاسرائيليين. واول صورة عملوها الامريكان لما دخلوا بغداد من هال تسعة عامريل الفين وثلاثة. هو تحتيم السنبا. علاش? لانه السنبا اليدمتاع سردان متجهة الى القدس الشريف. بس. ده سوريا اللي فيها الشكر القويتلي وكانوا فيها معناها زعماء الكبار وكان فيها بشار الاسد. الاسد بالحق. ومعناها ومعناها وملاد العروبة وغيره. مصر اللي كان فيها دمال عبدالناصر والضباط الاحراد وارور السادات وحمروش وكبار معناها عبد الحاكيم عامر ونجيب وجماعة. ليبيا كيف كيف بلاد عمار المختار وما دلك. الجزائر اللي صنعت في تاريخ الانسانية جمعها ملحمة. اقوى حتى من ملحمة الفيتنامية. ماشين للدول واللي كانت اوتورنس اللي فيها القيروان وفيها كانت بلاد عقب ابن نافع وبلاد كذلك الفاتحين. اسد ابن الفرات اللي يخرج يفتح سقلية وكذلك معناها تارق ابن زياد ولدنا معناها اصمران اللون كيف نحن كان يلبس البرنوس ويكل كسي ولعمل الخطبة قينا انا المفرر البحث موراك من عدو امامكم وليس لكم والله لصدق وصبر واندكم في هذه الارض. اصدقوا من الايتام في مآدب اللي قام. يعني الخطبة الشهيرة متعرقب. وشكل اللي قاعدين يضرب ومتحالفين معهم نفس العيديين. وهو مالقبائل المتوحشة البيدائية اللي كانت ملعن تعرفش الخبز في السبعينات. تجي تصدم على تونس وقت اللي احنا كانت في تونس مدينة رسبق كرتاج تمتد بلا القيروان هن تاوا من بروتو حلق الواد تاوا. حتى الاتيك. حتى الاتيك. الماء اللي بتاعها ذا كبير. زوز من لين سكين. وكان فيه سنك يام متاج. فيه مسخون. سنك يام ومسخون ويتساول في بادي كل شي كان في قرتاج. وهو عليش تيبشي. هاو هنا كلكمان. هاي مدينة قرتاجانية. انا هم القلوبونية. انا نحب ديما يكلمة قرتاجانية. حضارة قرتاجانية. امشي ذا. هايك تحت البحارة ممتدة عن كيلومترات. وتلقى فيها الفريجي داريوم. وتلقى فيها الكل داريوم. وتلقى فيها البدوذيل. ودخلوا لها انت يحاوس هاتو. امشي غاديك الهوارية. ودخل بحضة المغاررة الذوكري كانوا يبنوا بها الحجارة بتاعها تمشي حتى للزلان. الحضارة. القرتاجانية حضارة تسلم وحضارة البناء. وحضارة متاع. وتلقى البكتبة كانت في الدار وغيره شاي رغيبه. احنا مازالوا خاطر. الزركيولوج بتاعنا مش لهين يخدموا. لهين في حاجات اخرى. جينا ناس البارح في الايام والتي بس يردوها قبيلة بالسيف. يجيوا يصدوا علينا يحبوا يحطبونا. ونجحوا خاطر عندهم الاموال وغيره. نجحوا طوى تاكتيكيا زربوا العراق. وما ادراك العراق بلد ما بين النهرين. البلد عاش فيها سيدنا نوح. البلد عاش فيها سيدنا ابراهيم اللي هو من اور. عنها زنوب بغداد. والكتابة السومية ظهرت غادي ومنحمة جيل جامش. وقانون حمورابي. سوريا كيف كيف يعني حطوها. بلدان طوى يصير فيها الدم للكايب. وتحطبت الحضارات متاحها. وضربوها. مصر منعت بفضل معناها للمؤسسة العسكر بتاع المصر القوية الوطنية التاريخية اللي كان دايما ترعم في دور باعتبار المصر دولة عسكرية الى حدا كبير. اه معناها او ملد عسكري. والتونس منعت لها طوى بلد مدني. اه. على انو العب ملك اللي بعمل وستيكتر باسمولي جيبت. طول الصوستي سيفين. وقفت رملاع التونسية. وقفت شابة التونسي وقفت وقفت الجمعية ضد قيطار الموت اللي حد الان يهدد فينا. وهدد شو الجزائر. يا الجزائر الفرانسيسها بتول هرب عملين جنود. ما نجموهاش. بش نجموها كمشة او باش جغين من من شبه بلدان. مستحيل. مستحيل بش نجمو الجزائر. الجيش الوطني الجزائري كانت سايب عليهم. افريقا يفجر اشتر امتاحها. عندهم جيش وطني. بيتم معنى الكلمة. وعندهم عقيدة وطنية. جزائريين كتقول قسى من يقفل كله عينه والذغلت. والدموع تهبط. على خطر بلاد ذربت. اللغة العربية اعطوه الى اللغة الارجنبية. ايام الاستعمار. والجزائريين موزنس عليهم اشكال التعذيب. وقت بيجار ومسوه. يجيب قولهم الاصلة. البواع ذا كان كبيرا. اللي 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 كندا كيعرفوها الولاد الصغار في الافلام تعلم بيسيفار وغيرو. ياكلوا في الثوار. العربي بالمهيد يا رحموا يدعم والتوب اللي عفوش صار فيه. واللي قبل ما يختلوه وقفوا الجنرالية الجزائر ايوه. شايفوا القوة بتاعه راجل. ولا عبان رمضان ولا اشي اشي اخرى. ملاحم كبرى. رجال اا 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 اقل شوية من النبوة راو. رجال. رجال معناها حجر ثوان مش اا اشباه هذو ما ممالك اا في اشباه بلدان في قبائل. اللي مشكلة هنية طوال. والقلاع الحاسينة تأخذ من الداخل. اللي زائر اللي ما استعملها بيجو وتخلى على منطقة سيدي فرج وزيرالدة سيدي فلوش وما نقوله في الزائر. والقال مقاوم هذيك سبعتاش سنة يقاوم لم يلعب القابل. لاش قال بيجو? قال آسي نوزاريون سيدي فيميني لن ديان على فردو سيو. فالورو عراب. ونفس الشي قالوا فيتون. اليوم ش قالوا? قالوا هاوكا بنهم فيهم. نجيبوهم ناش. ايا سيديا. الوزير الفلسطيني تقتلوا الله. عيناني قدام الناس كل. عندي لك تسفلها الله غير حمو يحتضل. ولا تحسبانا الذين قتلوا سبيل الله امواتا بل احياءا عند ربي النافون. عملوش قتلت معويقة صغيرة. بزمو. حلوش يبقهم قال اخي. ملش كان يحكم في مصر. عنده ماتين ومتين 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 خمسين كيلو متر مع فلسطين محتلة ماتين ومتين 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 زيو زيو زيو. زيو زيو. شي. بشواليك الفضايح اللي عايشينها احنا في زمن المسخ. وآآ صحة ليهم القاو من منظومة العربية. ناس تحب تضرب الجزائر. وتحب تضرب تونس. وتحب تضرب بغداد. وتحب تضرب دمشق. وتحب تضرب القاهرة. وضربت السودان كذلك العتير قوي. وآآ لحد الان هما محقين انتصارات. بفضل. قاتوني والامريكاني والقنابل والعسل والخيانة. اكزاكتمون. طو ثمانية متعصبها. سمعوكم لاطيفة. وبعدها نرجع لكم في تشاتش. لاطيفة انا قدم احبك. رجعوكم لزانيكة خفنديس. وقت اللي كانت الموزيكا موزيكا. قبل ما ننشيوا لتشاتش. سوفيا فرحات. تعيين الحمدي. رئيسا لمهمة. رئيسا لمهمة الأمم المتحدة في مالي. وممثلا خاصا لبانكي مون. صدق مجلس نهارة جمعة لفيت على تعيين وزير خارجية. التونسي مونج الحمدي ممثلا خاصا امين العام في مالي ورئيسا البعث الاممية في هذا البلد الافريقي. والحمدي المفروض بانه يسلم المهام متاعه بعد ما تصير الباساسيون بين الحكومة مهدي جمعة والحكومة الجاية. وحسب بلاغ للاس الحكومة فقالت من الحمدي بش يواصل المهام متاعه لرأس ديبلوماسية التونسية. هو اعطيناها احنا استفردنا به جمعا. لفيت تتذكر لانه. نهار الخميس قلناه الخبار. ولا انا قابلت لهذا حد اللي فيت مش هدا. وولاني حتى الميل اللي بعثهوله من مكتب الجيش تمام بانكي مون. وقال له معناها هاو السيفين تاك اللي بش نقدموه المجلس الامن. عليك شي تصليحات ولا حديث كما هكا بش نقدموك. ووقتها موجودين عديد الاطراف. تماني ديال هو انه هو ينتصلي وثمه ستة ولا سبع اشخاص يتيرونيس لكن هو خيار متاعه من عام. اعطاه المجلس امن. المجلس امن اخداه معناها عالوني ميتين. حتى هو يعني يجب مكتفهم انه اه منصبه متاعه هو نايبة من عام لمن المتحدة. اول برد التونسي يوصل للموقع هذا. وعديد الناس ليوصل للموقع هذا. من بعد سبيلويت واحد في مالي واحد في جناب واحد في نيويورك. وكذلك اه معناها اه تقريبا مليار دولار اه بيجي. يعني اشتر اللي ندخلوها احنا اه من طواب الحظ المنجمي. اه مليار دولار كونم ستريز امبرتون. واختيل الاعتبارات عديدة للكفاءة متاعه وكذلك لادارة اه لي الدبلوماسية تونسية. اذي رجعت الى بريقة واحنا قلنها عديد المرات. وقلن عليهم انه هو يظهر انسان تعرف هو بالحرم دولة هاش بالحمد ولا دعمره. ايوان. وقبيلت الحرمت فيها الناس كيبا هاش بالحمد ولا ناس كيبا هاكا القهر. كيبا هاكا وكيبا منجي. عاقلوا عام الكاريير متاعه كاملة في النشان. جنيه بلا. وهو من الناس اللي يتعففهم كل كبن اثنين ولا ثلاثة قلي في الحكومة مع المشي يشديني صف للبعي يلبج بوج منه علينا اه بشوية. اي اوي اي 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 انتو كان هو بالناس اللي متعفين ويحبوا يقول لي انا ادخلت بالباب الكبير نقل بالباب الكبير ومستعد درجع البلادي بالباب الكبير. وانا نراه انه شخصها سيكون له شأن في المفتاقب خاصة انه رجع الديبلوماسية التونسية وكانت عنده مراقف اه مهمة جدا. نحكيلك على حالة صارت بينه وبين العيس المنزوقي. هو هو الرئيس المرجوكي ميتفهموش بكله. أما هو المرجوكي معروف في هذا المرجوكي وهو عقلي يسر. نعم للا فرص خانكي. نتنساش. نهار مثال المرجوكي يسمى واحد يوسي خالد منبارك سميها في جناف سفير. وصيبونجي حامدي كي جاتوا التشبيه قال مستحيل لانا داخل في الحكومة. وفي الحكومة يقولوا التشبيهات الحزبية لا. كلموا عندنا المنصر قالوا لو صير الرئيس يحبك الجي غدوة ومشي وكان قاعد أحضاه العزيز كريشان. تخل يلقى السيد الرئيس مغشش. وعزيز كريشان قاعد هو معروف سيد الرئيس كي يتغشش يبدأ يمشي ويجي. في بيرو بورقبة هو. مشيت له ونعملت له في انتربيو. يمشي وشي يمشي. قالوا اش دخلك انت؟ اش دخلك انت في الحكاية السيدة مسمي قبلك. قالوا سيد الرئيس تسمية الحزبية ليت؟ او كنا جون ببا امطي لاني سرعة. قالوا انت اش دخلك التشبيه شايت قبل ما تجي حتى التروي كي مهان كم شايت الجناب واحد فمتي. بيرن وقتها سفير طيب. قالوا بايا ما عندي حتى الدخل المالا سيد الرئيس مطلب منك حاجتي اولا مطحاش. الثانيين ما حضرشي المهام تسليم. مهام تسليم هذي السيليموني. كي سمعوا كيك المالدوقي ما قالوا حد شي تنشق الباب وخرج. تفوت عز وجلشان سلم عليه بس. قالوا بارك الله فيك يا سيبونجي لو عندي مدة وانا نحب نقنع بالموقف هذا انتي راجت. تحكي قلو منها كرمة. بعد هرين وثلاثة كلموه خلوه رو الحد هذي معناها التنساء دوسي ينساه وممشيش خالنا مبارك الغادي لانه تسبيع حلبي اكيدا محب يسميه. الرئيس لا يسميه في بلاست امرأة ممشيتش في المراهية نفسها لحد الآن. رأتي بارت اخر. همتوسي تتركز هذي بالحدات اللي عاشها. والبنجي الحاملي وانا بالصمت متاعو منجي حاملي كي تحكي باها تقولو با ممكن هاركوتل واي شو اللي يسين لكوميكاسون. قال لي انتي انسان مثل انسان مثل فلت السيارة عمتلو هكا سبقتو كيفاش تعملو. تعملو هكا قالي هكا قالي احنا ديبرومات كي نعملو هكا قالي كنتكلمو هكا. عندهم حتى دي لجوز تجد لكوميكاسون. مجميك تحكي. عمل هكا. حتى دي لجوز تعملو هكا. حتى في هذي سيتانوم شيفرونية وممتون نتذكروا احنا وحنا قللنا هذي وحنا شوفنا عم تذكر احنا فقنا بالرجل اللي كان يتمتعو. ونقدناه وقت يلدم لكن نشكلنا زاد المزايا متاعو وقت يلدم. المنجي الحاملي اول حاجة عملها مش يستقبل سفي الامارات. وحتا قاموا جماعة الترويكو كيفاها وكيفاها 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 وكلمنا تفاكل في هونتراكت حتى يوميا. قال يا جماعة نحب نتدخل ونقول قال اذا انا مصلحة تونس حاجة والبروتوكول حاجة. ومصلحة تونس نعفس على البروتوكول نعم مصلحة تونس. والعبد ادوارها ما في قضية تبنيه بامشال القطريين. اذا كونك فلاق ما كان. قدروا تبدت لهم في تونس امسح مات. حلافاءكم انتهاءوا معنا معتش هوم اللي يشدين كل. وتونس معتش وشتلتوا بيها كما تحبوه. لو بش ترسلك بعلاقاتكم مع تونس وكل بش تالك رد بالكم. تفجع وزي خارجي يقلوا الشأن هذا ينغربني. لانو مثلا فيها موزة هي. هي القضية الدخلة فيها بنانا. بنانا بتاعها. بنانا مش بنانا مش بنانا بارودي ايه. ايه. لاب سما بنانا ايه. فما بنانا اخر ايه. وتميسوا الهي. شاك شاك ايه. ايه. قالوا لا عيس الحكومة. جاهل عيس الحكومة يتقرد لك. قال لا يولدي اسمع. قالوا لا يبارك. هو ما زالت خلوتين ما زال ما تدوشي هو كلمه. قالوا تنجم الجيني مشاله. قالوا حالينا مشكلة كله. نعطيه مستحقته. ليس لو اكتيف ثلاثة والاربع سنين التالي وغيره. عليش خاطر الى دي لي شار. ان هو يقولها. معناها منجي حامدي. يقول الحاجة لكن بصمت. ومعناها بي. بنام متاع وهكاها. وقد كان يظهر معناها. وقف تركيا ما هو ماضي ياسد. لانه فهم الدبلوماسية ورضحها وخادم عنده مدة. ويعرف طوامي سيالوجيا خارجية الجزائر. عديد مزارك خارجية في أوروبا تحابه. خدموا عافل ومم متاحدة في نيويورك. رجل من غاديكا من ثمانينات هو يخدم غاديكا. عمل الكاريير اونيجيان. لقد كسبة كبيرة تونس. ولا نعتبر من المنجي الحامدي دوارستين. ان رغزال الدولاري ببليك. تحتاج الى الجزائر في مستوى الدولة. المنجي الحامدي رجع للدولة التونسية. نوع من البريق اللي كان عندها. وقت المنجي السليم. وقت اللي كان وزارة خارجية بالحق. وهم أولاد الخارجية. نذكروا منهم العنابي ونذكروا منهم كذلك. وحمود المستيري. هم نذكروا منهم سي الحبيب بن يحيا. واني توافي تحاد المغرب العربي. وانا نفسي وقت اللي سمعت بحكيات اتحاد المغرب العربي. وقلت له انت تواشر. قالي عندي ما افضل يسفي انو هذا بربي ما تقولوش. ما قلتش انا بينسوير. لانو ما زال في الخيار ما حبوش يفهم وانو مقعد ينظر. البيه في انو مقعدش مقرت في التخليلة متاعه. كما صاحبنا. لا صاحب هذيك هو طلقها. يزي. لا يظري هو كمال مرجان. مسمى شو من هالحكاية. هو خرجها دعايا بشي قوي الكوتا بتاعه. يخي خسر كل شي. خسره في الداخل وفي الخارج. اما هذا لا. ما انا بالنسبة لصديق الاخ مرجان حاضي اختلف. يظلي مرجان طلع واخر حكي راس وقاله بشي بسمينه كذا. مش سميوش مرجان. ما طلعس مرجان طلع بوري. بسي تلو ذلك. مرجان غسيري لحد كبير. قالوكو هذا ايه لا بحاجة. انهم يراقبوا. ممتحدة هذي. اما غيبة طلعا. ولو بنكيمون ناعس هكي. لكنه ناعس ناعس ذئب. تعرفو ذيب يلقد يسك العين ويحل العين. دي ما يشوف. دونك يشوف فيه وفي الدبلوماسيه متاعه وفي التماشيه متاعه. وهذا مكسب التونس بكله وان شاء الله منجي حامل منها. هذا شرف لتونس الكل. واول مرة تونسي يوصل لمنصب كما هذا نايب امين عامل ومم المتحدة. وان شاء الله كذلك تلقى فيها تونس غرضها. والشباب التونس يجدوا معناها يلقاوا فرص باش يدخلوا المؤسسات هذيه. والعالميه وكذلك ان شاء الله موجي الحامل يبقى على زيتون الاولابيه. والمال ماشي للصدر الزيتون الاولابيه. الى حد الماء ولا. سختن على كل حال. هذي هو الكلام الي نحبو نسمعوه نمشيو لتشعاتش. اشتركوا في القناة